اشتركوا في القناة العقرب اللي شوي الامور ما كانت ماشي معهم بالشكل المناسب صار عندهم اشياء مفاجئة خلال السنة الماضية هاي في منهم تعبوا صحيا جسديا اجتهم امراض تعبت اعصابهم من بعض الاحداث اللي صارت معهم السنة هاي الامور ان شاء الله رح تختلف شوي خصوصا انه المشتري رح يدخل للجدي اللي هو البيت الثالث لالكم دخول الجدي هاد دخلته ايجابية رح تكون لموليد برج العقرب بفيدهم في امر السفر والاتصالات والتنقلات منهم باشتري سيارة او باستبدل سيارة او ببيع سيارة بازداد شغفهم للدراسة والمطالعة والانضمام لدورات دراسية بيستفيدوا الطلاب في المرحلة ما قبل الجامعية اللي هي المراحل الابتدائية والثانوية من دراساتهم وامتحاناتهم وبيعززوا العلاقة مع الاخوة والجيران بعض موليد العقرب بمارسة هواية مفيدة ممكن يستفيد التجار اللي هو المحليين من البيع والشراء وايضا من اللي بيعملوا في مجال الاستيراد والتصدير اما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة تحديدا من برج العقرب هذولا رح يظلوا شوي مضغوطين خلال السنة هاي من تواجد زحل في البيت الثالث لهم وفي العشرية الثالثة تحديدا هذولا بدهم ينتبهوا اللي هم موليد من عشر إلى واحد وعشرين احداش هذولا بدهم ينتبهوا اثناء القيادة والسفر داخل المدن خصوصا اذا كانوا هم اللي بقودوا السيارات بانفسهم اللي بيشتري سيارة لازم يتفحصها بشكل ممتاز اللي بدي يسافر مسافة في سيارته بده يتفحص سيارته بشكل ممتاز ما بده يسرع ما بده يخالف اشارات المرور او الكاميرات او السرعة الزائدة او الاشياء اللي مثل هيك اما بالنسبة لطلاب الثانوي الابتدائي والثانوي هذولا بدهم يبذلوا جهد زيادة عساس النجاح وتجاوز المراحل الصعبة ما يعتمدوا على الحضوض يبدهم يعتمدوا على جذارتهم بالنسبة لما وليد ثلاثة احداش لغاية سبعتاش احداش هذولا بدهم ينتبهوا من انفصال تام عن علاقة او في علاقة او علاقة مع اخ او مع جار يعني بدهم يكونوا حذرين جدا بدهم يترووا بدهم يمسكوا حالهم بدهم يراجعوا نفسهم يعطوا حالهم فرصة على اساس انه ما يوصلوا للمرحلة هاي اما بالنسبة لموليد من سبعة لغاية اتناعش احداش هذولا بدهم يتأكدوا من علاقاتهم الغرامية ممكن تكون سراب يعني ممكن تكون اشي وهم او خيال او حدا بضحك عليكو بيستغفلكو بدكوا تكونوا حذرين بدكوا تراجعوا اموركو تراجعوا الشخص تراجعوا الاحداث اللي صارت بدكوا تدرسوا الحالة زيادة عن اللزوم بدكوا يعني تكونوا حذرين لابعد الحدود اللي هم موليد سبعة لغاية اتناعش احداش لازم يكون اتخاذ القرار بدون مشاعر لانها في هاي الفترة او في هذا العام رح تكون خداعة هؤلاء الموليد ايضا بطاردهم شبح الجائز الاولى في اليناصيب او في مسابقة معينة وبدون ما يبدو له جهد لا واحنا بدنا نعيش واحنا رح نفوز واحنا رح نكسب وبيلاقوا حالهم رح يخسروا وما رح يستفيدوا الفترة مش مناسبة لهم هذا العام انهم يدخلوا في هيك اشياء اللي هم موليد من سبعة لتناش احداش بيواجه موليد ثلاثة وعشرين وحتى واحد وثلاثين عشرة اللي هو تغيير مفاجئ خلال هاي السنة في مجال الشراكة سواء كانت شراكة عمل او شراكة عاطفة ممكن يعقدوا صفقات تجارية مع شريك جديد او ممكن يدخلوا في شراكة مع شركاء سابقين ولكن تكون الشراكة بشكل اوسع واكبر ونتائجها مفيدة اكثر او ممكن تصير عندهم علاقة عاطفية توصل فيها لمرحلة الشراكة يعني بمعنى اخر العلاقة العاطفية هاي ممكن تيجي بطريقة لا تخطر لا على البال ولا على الخاطر فجأة طب بيقي صارت فيه علاقة تطورت العلاقة طلبة خطبة جيزة وبسرعة بدون اي دراسات وبدون اي شيء متوقع فجأة اللي هم موليد من 23 لغاية 31 اما بالنسبة للمريخ المريخ اللي رح يكون موجود في مكان صعب شوي الهو البيت السادس للكم هاد رح يكون فترة طويلة يعني من 28 لغاية نهاية العام موجود في الحمل وجوده بالحمل هاد رح يعمل زوايا تربيع مع الكواكب الموجودة بالجديد وفي نفس اللحظة رح يمر في فترة التراجع اللي هي في تاريخ عشرة عشرة تسعة على غاية 14 11 هاي الفترة يعني بدهم يديروا بالهم موليد العقرب من يعني تعاملهم مع زملائهم في العمل من مشاكل من انهم يفسدوا عليهم من انه يكونوا هم سبب أذيتهم من خسارة علاقة زميل بدهم يتجنبوا كمان رفع حاجية ثقيلة عن الأرض لأنه بكون أسفل الظهرة عندهم عرضة للأذية بدهم يبعدوا عن الأشياء هاي بشكل واضح تماما خلال فترة اللي هي من 28 لغاية نهاية العام أما بالنسبة لكوكب الظهرة اللي رح يتراجع برضو في الجوزاء اللي هو في تاريخ 13.5 من 13.5 لغاية 25 خلال هاي الفترة لازم تكونوا أكثر دبلوماسية في تعاملكم مع الآخرين لازم تكونوا حذرين بطريقة التعامل مع أحبائكو ممكن تتوتر العلاقة لأدفه الأسباب هاي الفترة سيئة بصورة عامة خصوصا للأشخاص المغامرين اللي بيشتغلوا في العملة أو في تبديل العملة أو في الأوراق المالية أو في البورصة أو في عمليات التجميل اللي هم أطباء التجميل أو اللي بدهم يعملوا تجميل هاي الفترة من 13.5 إلى 25.6 يعني نهائيا ما بنصح فيها إنه حدا يتوجه لها اثنين عدم البدء بأي علاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط يعني إذا في حدا واحد بده يخطب ومنشن على بنت وهو من برج العقرب يقولهم مالش استني بس نطلع من الفترة هاي أو باجيكي بعد 25.6 يعني باجيكي في أول سبعة انسوا الفترة اللي هي من 13.5 إلى 25.6 ديروا بالكو من الأشياء اللي هي الأموال المشتركة ديروا بالكو من القروض إن كانت إلك وإن كانت عليك لازم تكون دارس وضعك بشكل ممتاز هل أنت رح تقدر تسكر هاي القروض هل أنت هذا الدين رح تقدر تسكره هل هاي الجمعية اللي أنا داخل فيها رح أقدر ألتزم فيها في هاي التواريخ فعشان هيك يبتكون تكونوا حذرين دائما وحاسبين حساب للإشي اللي جاي خصوصا في أمور الأموال هنا ورقة وقلم واكتبوا سجلوا هاي الأرقام اللي أنا رح أحكيها لأنها رح تنفعكم ورح تفيدكم خلال السنة هاي واستغلوها ممتاز كل شهر عن إيش وشو الفايد اللي موجودة فيه وإن شاء الله رح تستفيدوا بالنسبة للفترات العاطفية خلال هذا العام من بداية العام حتى سبعة اثنين ومن خمسة ثلاثة لغاية ثلاثة أربعة ومن عشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة ومن سبعة ثمانية لغاية ستة تسعة ومن واحد وعشرين اثنين لغاية خمسة اثنين بالنسبة للفترات المالية الفترات المالية والحضوض المالية تيجي من ثلاثة أربعة لغاية ثمانية وعشرين خمسة ومن خمسة وعشرين ستة لغاية سبعة ثمانية ومن واحد اثنين حتى نهاية العام بالنسبة لفترات العمل أفضل فترات للعمل اللي هي من سبعة اثنين لغاية خمسة ومن 11 أربعة لغاية 27 أربعة ومن 5 ثلاث لغاية 20 ثمانية ومن 6 تسعة لغاية 12 أما الفترات الصعبة هي رح تكون من 23 لغاية 25 ومن 10 تسعة لغاية 14 11 وما تنسوا اللي هي فترة تواجد المريخ اللي هي من 28 ستة لنهاية العام وفترة تراجع الزهرة اللي هي من 13 خمسة لغاية 25 ستة هاي أصعب الفترات اللي رح تمر عليكم إذا عرفتوا تحفظوها أو تكتبوها وتراجعوا أن هاي الفترات بتلاقوا أنها هي بتغطي أشهر كثير من السنة وفي أشهر فيها مكاسب عاطفية في أشهر فيها مكاسب مالية رغم أنها بتكون صعبة ولكن بيجيكوا فيها خير إن شاء الله طبعا أنا حاولت أني أبدل جهدي أني أنا أطلع لكم هاي الأرقام على أساس أن تستفيدوا منها وتستغلوها بشكل ممتاز جدا مش تنبؤات هاي هاي توقعات ما أناش علاقة إحنا في التنبؤات ممكن كل اللي أنا حكيته هذا ما يصير ممكن كل اللي أنا حكيته يصير حسب أنا يعني هذا اللي أنا شفته في أثناء حساباتي وهذا اللي أنا حللته وإذا ما صار شيء معناك ربنا ما أراد أنه يصير هذا الشيء أسأل الله لكم أنه كل شيء كويس يصير وكل شيء مش كويس ما يصير ما تنسوني من صالح الدعاء وكل عام وأنتم بخير كمان مرة ونشكوا على خير بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا